اشتركوا في القناة 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 اللي صار 48 ساعة هدية الأخيرة خطير جدا الحاجة الثانية نحب نقولها أنا ظهر لي زنبيا ما جاتش البرح ما شفتش الفريق الزنبي ما شفتوش بكل زنبيا ما زال بتربحة أربعة بشي موريتانيا واللي قلقتنا في مباراة الذهاب ما شفتش البرح زنبيا بكل الحاجة الثانية نحب نقولها اللي نحن باش نكملوا الخطابة متاعنا احنا خرجنا من من تعادل وهزيمة هذا كلويا كنا متخوفين بالمباراة متاع البارح ما ندخلش في التكتيك اما الثلاثة اربعة ثلاثة اللي شفناها البارح يلي بوتاتر فلابل في مباراة زنبيا اما كنا لعبو ضد الجزائر ولا الكامرون ولا فريق اخر معناتها بالطريقة هدية لانه البارح معناتها المدرب الوطني قال لقينا الطريقة المثلة الطريقة هذيك المثلة كانت لعب بالفريق كما نعرف وانا بالطريقة هذيك وبالرسم التكتيكي هذك هم بيخ خاني نسأل نيس على الخطة متاع تلاثة في المحر كان نحكينا قبل المقابلة خوافنا الحق مفيج الانيس الكل كانت شواء متاع تلاثة في المنابية في المحر منذ الكبير بعد المقابلة قال حبينا نعبوا بتلاثة في اللاكس خاطر عندهم دوزاتا كون ينجموا يقلقون على ذلك اخذينا الشواء مش نعبوا بتلاثة في اللاكس او شنو لايك انيس انت بو سامي قال لادفرسير وماجيش عادي جدا ماجيش لادفرسير كيما نجم كون واحنا عملنا بلستاسيون بايا فمتنزمش ناحي المريتن تعلوليت في الكارون ساينك مليك لخلانية مع تعلول لانية لكن حب مقود لإفكاس بايا ثلاثة أربعة ثلاثة أمشيت مليح رينا الزوز أدف جو مليزيك سانتري معلول ودراغر ثلاثة أربعة ثلاثة لكن يفو في رتنسيون خاطر ثامة ديزيس باس في ظهر للإزادفرسير ضربونا بزوز ثلاثة أكور في اللاكس كان نجينا قدام كاليبر آخر نجم ونبيكاش لكن يزم نردو بنا التنجم تكون إفكاس لكن يزم تكون في أكثر انضباط يسيرتو لزارير لا تيروه في الروبلي ديفونسي في مهم برش ثغرات ورا لزارير حاجة أخرى اللي عجبني في الكارونسانك من خمسة وربعين دقيقة الأولانية هي الديسبلين وان بلوس السوريو الجدية في اللعب خذينا الأمور بكل جدية منحب نتسائل علش وقت اللي متحطوا تحت الضغط نعطيوا أحسن معنا علش خاطر تعرف المنتخبات الكبيرة واللي عندها منتخبات كبيرة روما يستنيوش إننا معيشوا تحت الضغط صانكم سا ديما ديما بالفرب بالفرفرمانس هذيك إذا تحبت مشي بعيد إذا بش نحاوجو اللوج ونمشيو الباراج وكاليفيكاسيون نشوف عادي جدا بش تعمريكسيون لكن إذا حب نمشيوا بعيد ونعملوا متخب كبير ومعاش نخافوا من الباراج اليوم يدينا عنا قلوبنا تحبوا لتكره من السنو في الأدفرسير يجبنا نعملوا إفور أكثر بش نجمو نمشيو المونديال المونديال متاعنا ولكن نقول نزيل نقصنا بعض الأشياء إن شاء الله سيموندر يتلافهم لكن نقول تحبوا لتكره بعد الضغط اللي عاشوا موجود في الباراج النتائج الكل ماشي في صالحوا موجود في الشان موجود في كيس في الكان زادة كيف كيف مش في الشان قلت في الكان مترشح البراج مازالت إن شاء الله بقودة ربي معتها معتها مباراة ذهب وإياب ويمشي المونديال ما هو إلا تحبوا كفاءة وصية أمانيس هذا الكل عادي منتخب تونس معتها ما هوش إنجيز مش نمشي المونديال إنجيز مونديال إنجيز أما لي أنك ترشح في الباراج في مجموعة كيما اللي فيها نعم نعم ما هوش إنجيز ولا ترشح للكان كيف كيف أما هم وصلوا رويح ما يعيشوا تحت الضغط ذاكا رغم إنه موريتانيا أنت شفت الكمبورتمان تعلم العبية السلام ما كانش كنا نجم ونسكروا الموضوع من موريتانيا أما بعد مشينا للقينير الكمبورتمان والننشالانس والكاليتي والفكر واحد لكن اللي مقتلية تحتو تحت الضغط عملوا بيرفورمانس كبيرة لكن راو غدوة إذا ما تكونش تدخل في المباراة معتا بكل جدية في ماتش باراج دقيقة بحسابة درجة بحسابة معادي أدورسير دي كاليبر عندهم أكثر معتا دي كاليتي من الملعبية اللي كانوا موجودين في البول لنفا بي ونفا بي كاشي لهنا سي الموندريز ويعمل تقييم شامل عالمجموعة